الوفد الذي أتى إلى إيران برئاسة السيد أبو جهاد الهاشمي مبعوث خاص من قبل السيد مصطفى الكاظمي كانت زيارة مختصرة ودقيقة ورسائل محددة وغير مشفرة واضحة جدا من الطرفين أهم شيء أن السيد الهاشمي المبعوث العراقي أكد في طهران للمسؤولين الإيرانيين أنه ليس هناك أي شك لدى الحكومة العراقية بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصدقائها ليست لديهم أي صلة بما حصلت ضد السفارة الأمريكية هذه الرسالة الرسمية واضحة كانت إلى الجهة الإيرانية لكن طبعا القضية ملتبسة وفيها كثير من الشكوك ومعقدة أنا أعتقد أن هناك ثلاث جهات استفادت من رشق السفارة الأمريكية هذه العملية الأخيرة فقط أقول أنها قد استخدمت من قبل ثلاث أطراف محددة في العراق الطرف الأمريكي يبحث عن ذراع لتجييش الوضع في المنطقة وفي العراق بالتحديد الوضع الأمريكي يعني الجهة الأمريكية استفادت من هذا الأمر لأنها تحتاج إلى ذرائع وإلى حجج في سبيل أن تصعر ضد إيران وضد حلفاء إيران في العراق الجهة الثانية هي حكومة السيد مصطفى الكاظمي نفسها بسبب الميزانية التي قدمتها للبرلمان والأجواء التي حصلت في العراق وخاصة في البرلمان والمناشدة بإقالة السيد مصطفى الكاظمي بسبب المصائب التي ذكرت في الميزانية فأعتقد كانت جيدة هذه الحادثة لتحرف أنظار الرأي العام العراقي عن هذا الموضوع النقطة الثالثة هناك جهة للأسف الشديد تحاول تفتيت وتمزيق الحجد الشعبي وتقسمه إلى ولائي ومرجعي هؤلاء كذلك استغلوا هذا الوضع للتصعيد الإعلامي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضد أصدقائها وضد حلفائها وضد مؤسسة الحجد الشعبي ترجمة نانسي قنقر